خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أردنا أن نتابعه متابعا من خلال الروايات أو الآيات القرآنية نستنتج أن هذا المبدأ هو هدف الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله كل أهداف الأنبياء تجزدت بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إلى مراتب وأحنا نسمع ترى من أغلب أو أكثر ما نعانيه الآن من انحراف خطير من نقص بالأرزاق من قلة بالأمان وضعنا المتردي يعني جزء من الأسباب إذا نبحث الإنسان يفترض أن يبحث عن الأسباب ليش يعني؟ نحن ليش ما مستقر؟ أنا ليش وضعي؟ إذا نبحث عن الأسباب جزء من الأسباب هو ترك هذه الفريضة التي جسدها الحسين وقدم من أجلها التضحيات بسخاء هي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كيف بيقوم؟ إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحابه بديت المرحلة اللي يعايش بها النبي يستغربون قالوا ويكون ذلك يا رسول الله؟ يعني ممكن الأمة تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر؟ معروف وحقك الآن في كثير من الأماكن والأندية والتجمعات أهل الدين أهل الفضيلة أهل القيم يحسبوهم نشاز في أكو بعض مثلا جامعات البنت المحجبة يعتبروها نشاز ومتخلفة في بعض الدوائر الإنسان العف النظيف اللي ما يتعامل بالرشوة يعتبرون ما يعرف يشتغل كيف بكم؟ لو رأيتم المنكر معروف والمعروف منكر قالوا ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال بلى وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وعندها شوف النتيجة وعندها يبتل الله الناس بفتنة يكون الحليم فيها حيران إذا بربك من تقرأ هذا الحديث تخليه قدامك على الطاولة بتشعر بيك أنه نعيش اليوم؟ يعني الآن أنا وأنت ندري باشي رشيكو ندري الأحداث الآن المتسارعة ماذا ست... الليالي حبالة لا نعلم ما تلد نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لولينا الفرج وخلصنا من هذه الأزمة وإلا الناس الآن ضبابية شبهات انحرفت المسارات انعدمت الرؤية وما يعرف واحد شيكو باتر ولذلك النبي شنو يقول وعندها يبتل الله الناس بفتنة يكون الحليم فيها حيران يعني صاحب اللب الراجح صاحب العقل الناضج حيران ما يدري شيكو باتر وفعلا ما ندري ما نعرف كل شيء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قل لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكار فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم والله تخليه على الطاولة الآن الحديث اتناقشه تشوفه ينطبق علينا تماما أعرضنا عن هذه الواجب وهذه الشعيرة المقدسة الأمر بالمعروف أنه عن المنكر فولي علينا الأشرار ولا كلام للأخيار ولا يسمع من الأخيار أو نبقى على هذا الحال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نراجع أنفسنا ونغير ونمشي على الجادة السليمة ونتفاعل مع نهضة الحسين مع مبادئ الحسين مع القيم التي قاتل من أجلها أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه هذه الساعة ننتظر من الله أن يغير سوء حالنا بحسن حاله أما تغيير من طرف واحد هما يرهم فإذن الإمام سلام الله عليه كان منهجية منهجية قرآن أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أو إلها وظيفتها مرة تكون باللسان مرة تكون بالقلب مرة تكون باليد الإمام الحسين سلام الله عليه استخدم أقصى درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو استخدام السيف وتقديم التضحيات ليثبت أن المنطق الصحيح هو أن تنسجم أو يتسود قوة الشرعية لا شرعية القوة التي أرادها أن تسود المشروع القرشي والماكنة الإعلامية الأموية روجه بأن تسود المشروعية القوة الحسين أراد قوة المشروعية قوة الشرعية الدين القيم النبو المبادئ استخدام الأمر بالمعروف نهي عن منكر هو يأكوناسي ما رسو ليش ما أثر وأخذوا أثر بالمقدار الذي أخذه الحسين وخلدت مبادئ الحسين وتحدى الدنيا ولا زال يتحداها فمن يتمرد على الدنيا برمتها إلى الآن شعارات الحسين خالدة أنا أقول لك وين يكمن السبب يكمن لأن الواعظ هو الحسين المعصوم والواعظ إذا كان متعظ بالتأكيد تأخذ أثرها مواعظت حتى بالأجيال كبر مقتن أن تقولوا ما لا أمير الممين سلام الله عليه يقول لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له الناهين عن المنكر الفاعلين له تشوف بعض الأمة يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لكن هو بحقيقة مخالف لما يقول وبذلك لا تأخذ موعظت أثرها عند الناس بس أكو نقطة الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشراء استخدم الموعظة الحسين سلام الله عليه سمح لأصحابه أن يخطبوا خطب حبيب وخطب برير وخطب زهير وخوه مجد بزهير قال له وعظت وأبلاغت لو نفع النصح الإبلاغ وعظت كمؤمن آل فرعون وصفه بوصف عالي جدا ليش لأنه الإمام الحسين سلام الله عليه ما أراد الناس تقتل على شبهه أراد أن يقتل من يقتل عن بينه ويعيش من يعيش أيضا عن بينه ولذلك استخدم الموعظة أراد الهداية للناس ما يريد الانتقام ويريد القتل وسفك الدماء طيب لما نزل بالتالي الحسين هو بنفسه سلام الله عليه ونزل بوصف المؤرخين كان يركب على ناقد جده العضباء متحمم بعمامة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده القرآن الكريم راية النبي يعني كل ثقل النبوة وآثار النبوة كان يحملها سلام الله عليه ونزل همدعاهم لحكم الله قال هذا كتاب الله بيني وبينكم أولا أنسبوني من أنا وثانيا بما تستحلون دمي هو سؤاليا مهمة أولا أنسبوني من أنا إذا أنسبتوني راح تعرفوني أنا الامتداد الطبيعي للنبوة وأنا أولى الناس بالناس هذا واقع الحال لأنه إمام معصوم مفترض الطاعة وهو القائد الرباني أنا ذاك هذه وحدة اثنين بما تستحلون سأفرض قائد رباني تريد تقدني أكو مبرر لقتلي لو ماكو بما تستحلون دمي بشريعة بدلتها بسنة غيرتها شنو كان الرد قالوا لا نفهم ما تقول أو تنزل على حكم عبيد الله ابن زياد على حكم الأمير طيب لا نفهم ما تقول شنو الموضوع يعني الإمام الحسين سلام الله عليه كان يتكلم بغير لغتهم وبالتأكيد نفس لغتهم الإمام الحسين هو ابن علي ابن أبي طالب أفصح من عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله عمر ابن سعد كان يقولهم خاطعوا هذا نفس أبيه بين جنبيه لو وقف يوما كاملا لما حصر ما راح يضايق من الاسترسال طيب ليش يقولوا لنا نفهم ما تقول الواعظ متعظ مو قلنا إذا الواعظ متعظ موعدت تأخذ أثرها بالنفوس فليش دولة يقولوا لنا نفهم السوايا أكو ناس أحيانا يماتي طيمة وعظة من ناس مو آنج عفر يعني أكو ناس تلقي ورع صاحب تقوى صاحب دين صاحب ثوابت محترمة ويوجه موعدة بس ما يسمع منه مرجع دين قد ما يسمع منه ليش الإمام الحسين سلام الله عليه حدد السبب يقول ملئت بطونهم من الحرام فطبع على قلوبهم هذه من آثار لقمة الحرام أنها تمنع الاستيعاب يعني بعد ما يستيعاب برانا على هذا الرين الزنجار اللي يصير نتيجة الحرام ونتيجة الشبوعات ونتيجة الحسد والتكبر والرياء وبعدين بالتالي يقوم الواحد ما يستيعاب المهم فإذن الإمام سلام الله عليه منهج منهج رباني ولذلك يجب أن يخلد ويجب أن نتذاكر به ويجب أن يكون تخليده على مستوى القضية وليس الذكرى لا ينبغي له أن يكون ذكرى تأتي في عاشرة وننتهي منها ونخلع السواد لا لا يبقى الحسين عايش في وجدان الأمة الإمام الحسين من منهجية الربانية وقف بوجه الطاقود إذا الحكومة القائمة أنا ذاك نجي نسأل نقول كانت شرعية أو غير شرعية السلي يقول شرعية مثلا مع الأسف يعني بعضهم ابن العربي يقول أن حكومة يزيد كانت شرعية وأن الحسين فتح باب الفتنة للأمة لس منها المعنى يعني قد لا يكون بالنص لكن عندما نأتي نتساءل عن يزيد يزيد شرعيته من أي جانب اكتسبها الشرعية إلها مبررات لو ما إلها المسلمين يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إني جائلك للناس إمامة إني جائل في الأرض خليفة لا ينال عهدي هذه كلها مقدمات تشير إلى أن الإمامة قيادة ربانية بأمور الدين والدنيا ولا يمكن أن تكون بالتعيين وإنما بالنص الإلهي ونحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل رحيله قد نص على إمامة علي للأمة ثم الحسن ثم الحسين ثم السجاد ثم الباقر ثم الصادق ثم الكاظم ثم الرضا ثم الجواد ثم الهادي والعسكري وخاتمهم الحج بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لذكره صل على محمد وآل محمد هذه عقيدتنا أما القسم الآخر من الأمة عقيدتهم بالإمامة الشورى خواه هذا من المسلمات عدوم يعني ما يقدر واحدين نكرة اتبنوا موضوع الشورى نيجي إلى يزيد بن معاوية هل يكتسب الشرعية من الناس خمتين منه ناس ماكو طيب بالشورى هم ما يكتسب الشرعية لأن يزيد لم يعتلي على صهوة المجد في الأمة ويتحكم بمقدرات الناس نتيجة لشورى وإنما كل ما في الأمر كانت وراثة وبالمناسبة إذن هو لا على أسس جمهور المسلمين خليفة شرعي ولا على أسس الإمامية خليفة شرعي يعني في يوم من الأيام أفرض يعني يزيد بن معاوية مشكلة هذه من تجي تقارن بها المقارنات يعني بس هي يمليها عليك البحث يعني وإلا أرجوك لما تجي للإمام الحسين سلام الله عليه يقرن بي يزيد يقرن عليه بن أبي طالب بمعاوية يقرن رسول الله بصخرة بن حار أبي سفيان تقرن فاطمة الزغراء بهيند ما كن مقاييس يعني أصلاً ما كن مناسبة أن تذكر هذه الأسماء إنتنا إلى جنب هذه الأسماء الصفوة التي يقول عنها الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهيركم تطهيراً بحيث يزيد إجا لا على أسس الجمهور بالشورى ولا على أسس الإمامية حتى لما بدأ معاوية بن أبي سفيان يهيي لبايعات يزيد وصل التبليغ إلى أهل المدينة كان في محضر من أهل المدينة وتم التبليغ والإعلان عن هذه النية الموجودة لمعاوية كان ضمن الحضور عبد الرحمن بن أبي باكر عبد الرحمن بن أبي باكر يصير أخو عائشة شقيقها يعني وهذه أعتقد هو اللي لو تقرأ التاريخ ممن قتلهم معاوية يعدوه عبد الرحمن بن أبي باكر ليش هذا اعترض لما طرحت بيعة يزيد قال سبحان الله هل هي قيصرية إذا مات قيصر قام قيصر أو هرقلية إذا مات هرقل قام هرقل غير أكو دين غير أكو شورى غير أكو رأي للمسلمين وفي قرأيه هو رأي الشورى مخالف إليه رد عليه مروان ابن الحكم قال لا أسكت أنت الذي قال فيك القرآن الكريم والذي قال لوالديه أفل لكما أتي عجان أن أخرج هسا طبعا هذول هم يشتغلون برأي الواحد لكن ضاربة المصالح بدأوا واحد يطلع مالات الثاني فالتفتت عائشة قالت والله ما نزل بأخي قرآن وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلعن مروان وهو في صلب الحكم اسكت يا مروان أنا كنت شاهد يعني الأمور إجت بهذه الطريقة الحكومة ليزيد فكان لزاما على أبي عبد الله الحسين وهو قائد جبهة الحق أنا ذاك هو القائد الرباني هو الإمام المعصوم أن يقب بوجه هذا الطغيان إذن حياة الإمام الحسين سلام الله ونهضة الحسين ومشروع عاشرة هو مشروع إلهي نهضوي تضحوي تصحيح لمسار الأمة من بعد الانحراب والتشابك المعقد الذي حصل وعلى الأمة أن تستوعب الحسين استيعاب وتعيش أجواء الحسين كقضية لا كذكرة لأنه نعيش قضية كما قلنا لأن الحسين سلام الله عليه لسا تقول أنا وين وين وأعيش كقضية تشتتوقع الزمن الآن الزمان أو المكان يفصل بيننا وبين الحسين لا الزمان يفصل ولا المكان يفصل ليش لأنه الحسين مو بجسده صلوات الله وسلامه عليه وإنما بقيمه ومبادئه الحسين من كان يقول هل من ناصر ناصر إلما إن يصر يدفع عنه لو يدفع عن الدين عن القيم عن المبادئ عن الثوابد إذن هذا النداء هل من ناصر لا زال قائما إلى يومنا هذا فلا الأزمنة ولا الأمكن تفصل ما بين الأمة وبين الإمام الحسين سلام الله عليه إن أرادت الأمة استيعاب نهضة سيد الشهداء ولذلك الآن الناس المنصفين المحبين الموالين أصبح الحسين سلام الله عليه كما قلنا ليس مجرد ذكرى وإنما دخل في حاضرهم ودخل في تأريخهم ودخل في عقيدتهم بل حدد للأمة كيفية التعامل مع الآخرين كيف نقيم العلاقة مع الآخرين يعني شلون نقيم العلاقة مع الآخرين أفرض الآن خلينا أخذها من قد يكون الأهم أن الجانب العقائدي نحن قلنا نستحضر الإمام الحسين الآن يتدخل في حياتنا من أولويات عقيدتنا وهو التوحيد شنو علاقة الموضوع بالتوحيد من تقرأ حياته الإمام الحسين سلام الله عليه يتجسد لك التوحيد بأروع صوره عند الحسين ولذلك إنت تسمع الإمام سلام الله عليه ابدع عرفه إلهي ماذا فقد من وجدك يعني شلون هذا الشاعر اللي يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى ولأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه مهم أن يكون الخط ما بيني وبينك خط سليم وصحيح أنا ما يهم للناس رضت غضبت مو يم الموضوع فمسألة التوحيد تتجسد بشخصية أبي عبد الله الحسين من يقول إلهي ماذا فقد اللي انت ويا ولذلك تشوف إيمان أحيانا أحيانا يكون مشوب بالشرك وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون المفسرين يقول هذا الشرك المقصود هنا شرك الطاعة يعني شلون شرك الطاعة يعني مثلا الأحبار والرهبان القرآن الكريم يقول اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله الإمام المعصوم يجي يفسر يقول ما كانوا يصلون لهم ولا كانوا يصومون لهم طيب ليش القرآن نسبهم ش سماهم سماهم أرباب يقول كانوا يأمرونهم فيأتمرون بأمرهم وينهونهم فينتهون بنهيهم يعني أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالة فأطاعوهم بهذه المخالفات صارت الطاعة وين دخلت في مضمون الشرك وما يؤمن أحدهم أكثرهم إلا وهم مشركون هذا شرك الطاعة بينما الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا الشاعر اللي يرسم الصورة يعني بلسان حال يقول مع الله تبارك كان الخط مفتوح حتى في ليلة عاشورا يطلب منهم المهلة ليتزود من قراءة القرآن ومن الصلاة الله يعلم أني كم أحب هما بس قد يجي يقول يقول أنت إذا هذا نظريتكم وهذه عقيدتكم أشو أنتم مشركين الطبون للحرم المقدس تطفون علي فت قدسية تقبلون الحجارة تدعون تتوسلون أخو أكيد هذا إما مليان عصبية علينا ومشحون طائفية وإما أن يكون مفاهم الموضوع أصلا وإلا أنا لما أجي أزور أولا تشييد المساجد ولأضرح على قبور الأولياء مسألة مشروعة والقرآن الكريم من يقول لنا اتخذنا عليهم مسجدة اللي هما من أولياء الله أصحاب الكهف والقرآن الكريم أقر هذا المفهوم اثنين كل علماء الأمة كانوا على الاتجاه ماشيين بحيث أحمد بن حنبل اللي ينتمي للفرق المتعصبة تنتمي إليه أحمد بن حنبل يقول عن قبر موسى بن جعفر سلام الله عليه الترياق المجرب يعني باب الحوائج مثل ما أنا نسميه الترياق المجرب يقصده بالحاجات ثم أنا ابن عزور تتسمعني شنو أقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا منطق كل بالتوحيد ويرجع إلى الله تبارك وتعالى والحمد 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 لله الذي هدانا هداني لولايته هداني لإمامته هداني لمحبته هي فعلا نعم من نعم الله ومن أفضل النعم لا تنسي لا العافية ولا الرزيق ولا الأمان ولا ولا من أفضل النعم من أولويات النعم هي ولاية محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد فإذن أنا ما عندي حتى من أجي أزور وأصلي الركعتين تعالوا أقرأ شنو أقول بعد الركعتين مو أقراها اللهم أني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لأن الركوع والسجود الصلاة لا تجوز إلا لك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحاتان الركعتان هدية مني لسيدي ومولاي الإمام فلان اللهم تقبلهما مني وأجرني عليهما وأبلغه مني أفضل التحية والسلام إذن المفهوم وين كله كله يتركز بالجانب العبادي بالجانب التوحيدي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى فيشدني الإمام الحسين سلام الله عليه إلى التوحيد بسه قد تقول لي شنون يحدد علاقتنا مع الآخرين تحديد العلاقة أنا أحتاج العلاقة مع الناس مرة علاقة رسمية مرة علاقة اجتماعية مرة علاقة سياسية الإمام الحسين يحضر حتى في علاقاتنا بتحديد مع الناس شوف معاوية بن أبي سفيان مات هذا الرجل عندما مات سنة ستين للهجرة بالمناسبة مات وعندما مات الرجل كان يحمل تركة ثقيلة مو عدد لك مني انفجي أول تركة ثقيلة هو حرب لعلي بن عبي طالب سلام الله عليه ترى الحق والباطل ما بينهم خيار أخواني سأكون واحد يجي يقول هم اثنين صحابة والثنين اختلفة والله سبحانه وتعالى يجوز يهي أمرهم يرتب وضعهم لا ما كوش كلام وهل بعد الحق إلا الظلال ما ممكن الثنين هم على حق ويتقاتلون ما يتقاتلون ما عندنا احنا في تاريخنا عندنا المعصومين مو على حق مئة بالمئة معصوم عندنا معصومين تزامنا هم صار بينهم خلاف هم سمعتم مثلا خلاف ما بين فاطمة وعلي سلام الله عليهما هل سمعتم خلاف ما بين الحسن والحسين هم معصومين وإن تزامنا لا يختلفان إذن ما ممكن يصير اختلاف ويكونون اثنين هم على حق أما أجي معاوية على حق وعلي على حق ما يرام لازم واحد منهم باطل طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع الحق والحق مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي يا علي ويل الويل الوادي في جهنم ويل لمن سل سيفك سيفه عليك وويل لمن سللت سيفك عليه إذن معاوية الجبهة الخاسرة بهذا الجانب معاوية ما عند استعداد ولا عند مؤهلات أن يقف بوجه علي ابن عبيض هذا أول مثلة اثنين معاوية راح الرجل ثقيل قتل عمار ابن ياسر يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا اللبن وفعلا لما أصيب بصفين وأذخن بالجراحات استسقى جابوا للبن قال الله أكبر اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه قالوا لها شنو الموضوع يوم جوز بعدك طيب قال لا قال لي رسول الله يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا اللبن عمار وين شان بجانب علي بن أبي طالب لأن النبي قال يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي في وادي فاسلك وادي علي قتل عمر بن الحمق الخزائي قتل حجر بن عدي الكندي والإمام الحسين سلام الله عليه ذكر بهؤلاء الأولياء الذين قتلهم ظلما وعدوانا قتلهم صبرا بالسيف الحق زياد بنسبه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر كل هذه العوامل ودع بها الدنيا والعامل المهم أنه وضع يزيد على عاتق الأمة أوصى ليزيد بالخلافة فمن مات يزيد طلب الخلافة طلب البيعة وطلب البيعة من أهل المدينة ومن أهل المدينة عامة ومن الحسين سلام الله عليه خاصة وإذا تقرأ في بعض أمهات الكتب من التاريخ تقول أن يزيد أرفق وريقة قصاصة صغيرة يسموها أذن فارة يعني قصيرة جدا صغيرة إن لم يبايع الحسين فابعث إلي برأسه يعني قتل لابد منه طيب الحسين سلام الله عليه هنا استخدم التموية المجارات بعض المجاملات لماذا أقول لك علمنا كيف نبني علاقاتنا مع الناس لما استدعي إلى البيعة شنو كان رد شتتوقع رد الحسين سلام الله عليه يحملنا مسؤولية كمسلمين لما يحملنا مسؤولية لأن رد الحسين ما قل لأنا لا أبايع يزيد تذكروها لا إخوان ما قال أنا لا أبايع يزيد قال إن مثلي لا يبايع يعني أي واحد يحمل مبادئ ما يخلي إيده بيد الطاقود أي واحد أي واحد يحمل قيمي يتبنى أفكاري يؤمن بإمامتي يسير يهتدي بهداي لا يمكن أن يضع يده بيد الطغيان إن مثلي لا يبايع مثلي يعني يرسم فرد نظرية ومسار للأمة إلى آخر الدنيا ما قال بس أنا ما أبايع إن مثلي كل واحد يحمل مبادئي ويمثل جبهة الحق يجب أن لا يضع يده بيد الطاقود ولا يبايعه مهما كان الأمر فسنا من وصل الحال إلى هذا الحال والي المدينة كان نوعا ما يؤمن شوية عنده خلينا نقول يخشى العواقب هنعبر التعبير يخشى العواقب مروان ابن الحكم التفت لقال لأن فاتك التعلب لم ترى إلا الغبار إما أن يبايعه وتقتله تفت إليه أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه تفت لمروان قال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو كذبت ولا أمت المهم اشتدل الكلام ما بينهم وعلى صوت الحسين سلام الله عليه فدخل الفتية من بني هاشم وأخذ الحسين سلام الله عليه وهم كانوا مدججين بالسلاح وقرر أبو عبد الله الحسين أن يخرج قرر إن مثلي لا يبايع مثل قرار شجاع وجريء وأن يقدم من أجله التضحيات إجاء بعض الصحابة إجاء بعضهم محمد بن الحنفية القريب إليه أو سأله من طلع ترى ما يرجو النجاة ما طلع يرجو السلطة أو الدولة أو يبحث عن مكان يأوي إليه طلع وهو يقول شاء الله أن يراني قتيلة يسئلوا إذن ما سبب حملك العيال قال شاء الله أن يراهن سبايا وأوصى وصيته لأخيه محمد بن الحنفية وجمع أسرته وعائلته وأهل بيته والله يرحم ذاك الشاعر الكبير يقول ودع ودع وطنطيب أحسين والكربل تعناها ودع وطنطيب أحسين والكربل تعناها إجاه محمد ينادي ودمع على الخدود يسيل ناوي بعض ضع اللاوي اللا تضع نما يلع هايش ما تود فرق أكل يش تريد فرق وهم أخي ليش بضع نك بها الليل طالع من وطن جد يظلم منع قب عين ك وحايش امتذل من بعد إن جا القصد للكوف للكوف اترك افح القصد اخويا لا تضع اللوادي تخونك بس تصلي يا يا اخو ينسي تخالي هي بخوك شو وتوع داك وتدري بكل سجا اخو اخويا اخويا لمن سمح حج حسين والنص فقيد بقيد يقل لالقوم يردوني يردوني اباي عمطي حيزي وقضي العمر بالذل اخويا لها العمر ما اريد اخويا خلي نرشد ابني ايتي واخذ كل هالبيات يا محمد انا بالعز انا بالعز رايد ابني ايتي اخويا علي للدين يا محمد دم العل تدوى يا فاطم مجهورين شيخنا طيب الله انفاسكم مجهورين بارك الله بكم فدوى اروح لكم جزاكم الله خير رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد يا الله مجهورين ان شاء الله صلوا على محمد وآل محمد اخووا اصواتكم بالثانية بارك الله بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة